السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاث لغات برمجية ينصح بتعلم إحداهن في سنة 2020 سواء كنت مبتدئا في عالم البرمجة فينصح بتعلم إحدى هذه اللغات أو حتى لو كنت محترفا فعليك تعلم إحدى هذه اللغات لماذا؟ لأن هذه اللغات الآن بدأت أصبحت من اللغات الأكثر استخداما في العالم والأكثر شهرة والأكثر شعبية كما أنها احتلت المراتب الأولى في تصنيف اللغات البرمجية لكن سيطرح سؤال إذا كنت مبتدئ هل سأبدأ بتعلم إحدى هذه اللغات مباشرة أو أنني سأبدأ بما يسمى بالخوارزميات في هذه النقطة أنصحك بتعلم الخوارزميات لكن سطحيا لأن توجد هناك فكرة خاطئة بأن الخوارزميات تدرس قبل دخولك البرمجة أو قبل دخولك لتعلم اللغات البرمجية لكن هذه فكرة خاطئة الخوارزميات هي أصلا أساس اللغات البرمجية كما أن الخوارزميات أصلا تستخدم في بعض المجالات المهمة من مجالات البرمجة وسأقوم بذكرها في هذا الفيديو وقد شرحت الخوارزميات في الفيديو سابق في القناة وقلنا بأن الخوارزميات أو الألغوريثم هي تفكير برمجي يعني هي وضع عدة خطوات لحل مشكل معين أو الوصول إلى نتيجة معينة يعني أنك تدرب عقلك على فهم البرمجة وكيف يقوم بتحليل مثلا المشكلات البرمجية وهذه الأمور مثلا يعني سأقوم بوضع الخطوة الأولى ثم الخطوة الثانية ثم الخطوة الثالثة لكي تقوم بالوصول إلى نتيجة معينة يعني هذا هو المفهوم الخوارزميات بكل بساطة يعني وممكن لكل شخص أن تكون له خوارزمية خاصة مثلا كما نرى في هذه الصورة مثلا هذا الطفلان مثلا يقومان بحل مثلا عملية حسابية لكن كل واحد منهما يقوم بحل هذه مثلا العملية بطريقة يعني باستخدام الخوارزميات بالطريقة التي يريده يعني ممكن لكل شخص تكون له طريقة خاصة في الخوارزميات وكليس يعني نتبع طريقة واحدة لكن لا ينصح بالتعمق في الخوارزميات قبل دخولك على المبرمجة فقط ينصح دراسة سطحيا ماذا يعني بسطحيا يعني دراسة مثلا أنواع المتغيرات والمتغيرات وكذلك مثلا الشروط الحلقات والدول يعني فقط الأمور السطحية لكن إذا أردت أن تتعمق في الخوارزميات فعليك دراسة اللغات البرمجة لأنها أصلا هي مبنية على الخوارزميات أوكي أوكي يا إخوان يعني كما قلت لكم الخوارزميات هي وضع عدة خطوات للوصول إلى نتجة معينة حين تقوم بدراسة الخوارزميات سطحيا الآن ستنتقل إلى إحدى اللغات البرمجة الثلاث التي سأذكرها في هذا الفيديو لكن قبل هذا دعوني أعطوكم بعض المجالات التي يستخدم فيها الخوارزميات بقوة أوكي مثل هذه المجالات الإنتيليجنس يعني الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي إخوان يحتاج إلى أن تكون يعني دارس الخوارزميات جيدا 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 يعني تحلل الخوارزميات بشكل جيد كذلك الماشر ليننغ يعني تعليم الآلة يعني كيف تقوم بجعل الآلة هي تتعلم يعني تقوم بوضع عدة خوارزميات لهذه الآلة فتتعلم من تلك الخوارزميات وتقوم بإسخراج أمور خاصة بها بدون أن يبرمجها متى المرمج كذلك في الديب ليننغ يعني الكثير من المجالات يعني هنا يتم استخدام الخوارزميات بشكل أعمق يعني الماشر ليننغ يعني نقوم بتعليم الآلة أكي إخوان مثلا الماشر ليننغ وهو تعليم الآلة يحتاج إلى الخوارزميات يعني الخوارزميات هو قسم من الماشر ليننغ وليس العكس يعني الخوارزميات ستقوم باستخدامها بشكل كبير حين تقوم بالدخول إلى هذه المجالات الماشر ليننغ الارتفاسي الانتليجانس الديب ليننغ وهذه الأمور والداتا ماتالانسيونس والداتا أناليزيس وهذه المجالات التي تحتاج إلى يعني الألغوريثم أو الخوارزميات الآن تنتقل إلى أول لغة يجب أن تتعلمها في سنة 2020 وهي لغة البيضون وأنا أنصح بهذه اللغة لأنها أول شيء لغة عالية المستوى وعالية المستوى تعني أنها سهلة في الاستخدام سهلة في التعلم يعني مثل اللغة الإنجليزية سهلة الاستخدام كما أن هذه اللغة أخوان قوية جدا جدا حيث أنها تستخدم في الكثير من المجالات سأذكر بعض المجالات مثل مثلا الابليكاشن ديسكتوب الابليكاشن موبيل كذلك في الدكاء الاصطناعي وكذلك في تحليل بيانات وتستخدم في استخراج مثلا أو صناعة سكريبتات تستخدم في الأمل المعلوماتي تستخدم في الكثير من المجالات وكثير من الشركات تستخدم هذه اللغة مثل فيسبوك وكثير من الشركات تستخدم هذه اللغة بشكل كبير جدا إذن ننصح بتعلم هذه اللغة سواء كنت مبتدئ أو سواء كنت محترف أو قديم في البرمج اللغة الثانية هي جوفا سكريبس هذه اللغة التي صممت أصلا للمواقع وهي لغة جاءت تكميل للغة الاشتامل والسيس اس لأنها تجعل الموقع ديناميكي لكن هذه اللغة الآن أصبحت أكثر شهرة لأنها بدأت تستخدم في الكثير من الأشياء وكذلك في تطبيقات الهاتف وتستخدم وتم إنشاء عدة إطارة العمل أو فريموركس خاصة بهذه اللغة تسهل عليك العمل سواء في الويب أو في أي مجال تستخدم في هذه اللغة بالنسبة للغة الثالثة والتي نصح تعلمها وهي لغة كوتلين الكثير من الأشخاص لا يعرفون هذه اللغة حيث أن هذه اللغة يعني الآن أصبحت من اللغات القوية هذه اللغة صممت أصلا لتعود لغة الجافا لتسميم تطبيقات الأندروود يعني هي لم تعود لغة جافا بالكمل لكنها قامت بتحديث بعض الأمور وبإصلاح بعض الأخطاء التي توجد في لغة الجافا إذن إذا أردت أن تقوم بالدخول إلى مجال تسميم تطبيقات الأندروود يعني من الصفر يعني تطبيقات نيتيف يعني تطبيقات قوية فينصح باستخدامك الكوتلين الكوتلين أسهل وأسرع وأصبحت قوية وأصبحت نقول نوعا ما أحسن من الجافا في هذا المجال يعني هذه اللغات الثلاثة التي ينصح بتعلمها سواء كنت مبتدئ أو حتى إذا كنت قادم في البرمجة تعلم إحدى هذه اللغات لأنها ستفيدك كثيرا كثيرا وهي عالية المستوى يعني سألت الاستخدام سألت تعلم الكثير من الأشياء البايثون الجافا سكريبس وكذلك الكوتلين أتمنى علينا لعجابكم هذا الفيديو ولا تنسوا الاشتراك وشكرا على تتبعكم